بالقرب من الكريملين بالعاصمة الروسية موسكو كشفت روسيا عن تمثال حاكم مملكة كييف روس أو الكنياز العظيم كما يلوقبه الأوكرانيون فولوديمر العظيم هو الحاكم الذي أسس هنا في كييف مملكة كييف روس التي تشعبت عنها جميع شعوب ودول المنطقة وعندها لم تكن روسيا موجودة بل ظهرت موسكو بعد ذلك ب160 عاما ويؤكد المؤرخون أن الحاكم فولوديمر فرض دفع الجزية على القبائل التي سكنت منطقة موسكو أنذاك بماذا أبهر الحاكم فولوديمر أو الدولة الروسية الحالية لتبني له تمثالا برونزيا يبلغ ارتفاعه 17 مترا نبحث معكم عن الإجابة في هذا التقرير من شيانغ إلى نهر أوكا ومن البحر الأسود إلى نهر سفير انتد حكم فولوديمر على رأس مملكة كييف روس التي حكمت المنطقة كان أول من اعتمد المسيحية دينا رسميا لمملكته في العام 988 ميلادية وهو في نظر الكثيرين حاكم عظيم وقائد حكيم وعسكري موهوب المؤرخ فوديم أوريستوف يشير في هذه الخريطة إلى ما بلغه حكم فولوديمر بين نهري الولغا وأوكا في هذه الأرض ظهرت مملكة فولوديمر التي تم تخصيصها في وقت لاحق لدوقية موسكو هذه الأراضي التي بدأ بها فولوديمر حكمه كانت أساسا لتوسع مملكته التي دانت لها أغلب المناطق فيما بعد في العاصمة الروسية يدشن قرب الكريملين في قلب موسكو نصب تذكري للحاكم فولوديمر بطبيعة الحال فإن الروس يمكنهم وضع هذا النصب والحقيقة تقول أن هذا الرجل فرض الجزية على الأجداد أسلاف الروس الحاليين إذا كانوا يرغبون في ذلك ويشعرون بالامتدان له فلأنه لو لا فولوديمر لما كانت روسيا مسيحية عن أي عملية دخول للمسيحية يتحدثون في الجارة الشرقية المؤرخون تصعب عليهم الإجابة ففي بداية القرن الثاني عشر كان العديد من الوثنيين يقومون بإعدامات واسعة النطاق وفي منتصف القرن الخامس عشر أعلنت موسكو عن حكم منفصل عن النظام الذي بناه فولوديمر بطريركو القسطنطينية لم يؤين أنذاك هذه الخطوة حيث لم تعترف البطريركية الروسية بالكنيسة الأرثوذكسية في موسكو حتى العام 1589 في هذا الوقت بوريس هودونوف أحد النبلاء التتار في موسكو سجن بطريارك موسكو وطلبه بالاستقلال عن الكنيسة الرئيسة البطريارك بقي في السجن لمدة عامين تقريبا وفرض عليه القبول في الواقع كان هذا ابتزازا وكان سلوك الكنيسة الأرثوذكسية مختلفا عن سلوك أمير موسكو في بعض وسائل الإعلام الروسية اعتبرت أن تشييد النصب التذكري في موسكو جاء ليوغي ذاكير ولكن الحقائق تقول أن تمثال الحاكمة فولوديمر موجود في العاصمة الأوكرانية منذ العام 1853 النصب التذكري للأمير فولوديمر يعيزه بعض المراقبين الروس إلى الرئيس الروسي هذا النصب وضع بالقرب من الكريملين بينما كان متوقعا في وقت سابق في أماكن أخرى أيضا شيء مكشوف تقريبا هو نصب تذكري لبوتين ولكن مع إحاءات تاريخية هذا النصب شكل دعائي يريده بوتين لدولته الجديدة الكريملين ومنذ وقت طويل شوه الحقائق فجعل من حاكم كييف شخصية تاريخية روسية مع أن التاريخ والمنطقة يؤكدان أن حضارة المنطقة وشخصياتها برزت هنا وأن 17 مترا من البرونز لن تغير الحقائق